الطريق إلى استكمال تحرير مديرية ميدي يبدو قريبا كما يراه المقاومون من خلال المعارك التي خاضها خلال الساعات الماضية فالمديرية تابعة لمحافظة حجة شهدت وما زالت تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا التطورات العسكرية الأخيرة أظهرت تقدم الجيش الوطني في محاول عدة وسيطرته على مواقع جديدة هذه السيطرة جاءت بعد هجوم واسع شنه الجيش على مواقع وتحصينات الميليشيا ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح من الحوثيين وأسر آخرين وفيما يبدو أنه دليل على شراسة المعارك الدائرة هناك فقد استولى الجيش الوطني على كميات كبيرة من الأسلحة في وقت تركت فيه الميليشيا جثث العشرات من مقاتلها في الصحراء من جهته شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة استهدفت مخزن ذخيرة وآليات عسكرية جنوب المدينة ما تسبب بحدوث انفجارات هائلة حيث شهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المكان وفي محاولة لتأمين طرق الجيش الوطني تواصل الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة نزع الألغام التي زرعتها الميليشيا في مواقع عدة عودة المواجهات مجددا إلى ميدي وبوتيرة عالية تهدف إلى تضييق الخناق على الميليشيا في مهمة يسعى من خلالها الجيش لمواصلة الطريق نحو ميناء الحديدة آخر الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا